للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كيف نعيش حياتنا وفي نفس الوقت لا نعصى إلهنا كيف نعيش حياتنا وقلوبنا معلقة بهذا الإله الكريم الذي يستحق من العبادة كيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذا الخضم الهائل من أمواج متلاطمة من الأفكار والأحداث والأفعال والأشخاص فالبشرية وصلت إلى رقم لم تصله أبدا في حياتها قد أكثر من 8 مليار بني آدم على وجه هذا الكوكب وعصرنا مليء بالظلم والتظالم والمعصية مليء بالشهوات والرغبات والمطلوبات مليء بالنسيان لهداية الإله اختلطت فيه كثير من الأمور وبناء على هذا الاختلاط مع ما وضحه لنا الله وبينه وأكده وكرره يحدث كثير من الأسئلة حول كليات وحول الجزئيات تتعلق بالموت تتعلق بالانتحار تتعلق بالألعاب والجيمز الشائعة نريد أن نتفاعل مع تلك الأسئلة وأن نرسم الطريق في نور الدين وبنور الدين ولله رب العالمين في هذه اللقاءات المتتالية هذه اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة هل هناك أسئلة فضالي؟ هي الألعاب اللي طلعة دلوقتي زي تشارلي أو الحوت الأزرق وكذا بيبقى فيه ناس أن هي مجبرة أن هي تنتحر فلما الشخص بيجبرة أنه ينتحر وبينتحر فعلا ده بيبقى دراكة عذابه يعني نفس عذاب الانتحار لا اللي بينتحر هو منتحر ويجب عليه أن يعلم هذا قبل أن يلعب الحوت الأزرق أو الحوت البني لأن الحوت الأزرق هذا يعني هو نوع من أنواع تدمير البشرية الشخص الوضع هذه الألعاب يريد تفكيك الاجتماع البشري يعني شر مطلق يعني شياطين الجن والإنس فيه شياطين للإنس الشياطين دول يدعون إلى الشر إلى الفساد ما عندهمش إيمان ما عندهمش يعني إدراك للحقيقة عندهم إدراك للشهوات عندهم إدراك للمصالح عندهم إدراك إحييني النهاردة وموتني بكرة هو يريد أن يعيش سبه لالة سيبها كده من غير ضابط ولا رابط أول ما بدأ هذا بدأ بعبارات في الاقتصاد وانثالت وانتقلت من الاقتصاد إلى السياسة ثم من السياسة إلى الاجتماع البشري يقولك مثلا بالفرنساوي كان التجاريون يقوله يعني دعه يعمل دعه يمره شيء للقيود من عليه وبعدين حرية مطلقة عندنا اسمه وتفلت مش اسمه حرية الحرية مسئولية لدرجة أن شاكسبير لاحظ الحكاية دي وجاب في إحدى رواياته إنهم قاعدين اتنين في الهايتبارك شاكسبير واحد جنبيه فاللي جنبيه راح حاطط صباعه في مناخير شاكسبير قالوا بتعمل ايه قالوا أنا حر كانت شوفي الدعوة إلى الحرية إلى أنهي مستوى قالوا حرياتك تقف عند طرف أنفي أنت حر مع روحك عيش اللي أنت عايزه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن تيجي تحط وتأزيني بصباعك في مناخيري لا يبقى هنا وصلنا إلى حد إن الأدباء شعروا بالخطورة من الحرية المطلقة دي فالحط الفيل اللازرة والفيل الأحمر والحط الأزرق والحط البني كل ده واللي هيطلع لسه جديد كله ده عايز يعمل حاجة في الاجتماع البشري كثير من الأولاد الصغار السن خلوهم يتطوروا إلى أنه يطلع على السطح وإرمي روحه أو أنه هو يشنق نفسه بالحبل وبعدين لما معرفش يتخلص أو يجيب الفكة بتاعتها اتخنق ومات يعني منهم من هو قاصد ومنهم من هو غير قاصد لكن بالجملة هذا الطريق طريق عوج طريق يجب أن ننبه الناس إليه طب أنا عندي واحد عزيز علي ابني أخويا صديقي عمل كده ومات فربنا سبحانه وتعالى هيعزبه يعني ولا هيرحم ضعفه أو جهله أو عدم اكتمال وعيه ودخوله في هذا وفي الحقيقة إن احنا بندعو الناس من زمانة دينا خمسين سنة وأكتر من خمسين سنة بندعوهم إلى الرحمة بندعوهم إلى الحب مش إلى الكراهية بندعوهم ونقولهم يا جماعة أنتو في ناس عايزاها تشوفوها سودة لكنها مش كده لا الدنيا كده ولا الآخر كده أنتو فاكرين إن الموت عدم ده الموت حياة أنتو فاكرين إن الحياة هي اللي احنا فيها دي بس ده الحياة هي اللي احنا فيها وأيضا الآخرة اللي اتنين حياة وإن الدار الآخرة تلا هي الحياوان لو كانوا يعلمون يعني هي الحياة الحقيقية أنتو فاكرين أن القبر حفرة من حفر النار القبر ده احنا مؤمنين أنه هيكون روضة من رياض الجنة فشوفي الخطاب عامل إيه يسيب الروضة من رياض الجنة اللي هي إن شاء الله بنرجوها من الله سبحانه وتعالى ونفرح بلقاء الله ويخلوها استعبان الأقرع اللي ما وردش فيه حاجة ويخلوها عذاب القبر قولولي أن عليه هو حقيقي ولا مش حقيقي أيوة موجود حاجة وأنا مالي وأنا بعذاب القبر هيعذبني ليه ما تشوفوا إن القبر ده احنا عاملينه روضة من رياض الجنة انتوا فاكرين إنه يوم القيامة هيبقى أهوال يوم القيامة ها فيه كتب كتير بتقول كده بس رأيك بقى إن فيه يوم القيامة ده فيه عرش وأن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة رأيك أنه سبعة يظله من الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظل العرش انتوا فاكرين إن يوم القيامة ليست فيه شفاعة ده فيه سبعين ألف شفيع كل واحد يشفع في سبعين ألف شفيع يعني سبعين في سبعين باربع تلاف وتسعمية أربع تلاف وتسعمية مليون يعني خمسة مليار وعدد المسلمين في الأرض اثنين مليار بس يا جماعة شوفوا قوله تعالى ورحمتي واسعة كل شيء فلما يجي واحد بيسأل بيسأل وكأن فيه كتالوج في دماغه على إن الموت ده يعني أسود وإنه هو ياخدنا من الضر للنار وإن إحنا هنبدأ العذاب من القبر وإن هو مفيش ورحمتي واسعة كل شيء ولا هاي جماهير المسلمين بيعتقدوا أن الوعدة والوعيد لابد أن ينفذ ربنا أن بقنا أنه في جنة وفي نار طب ويوم الإيامة لو أن الله ألغى النار هنقول له لأ ما يلغيها ما يدخل كل ناس الجنة هو فعال لما يريد وده وارد علماء المسلمين كتير قال آه وارد هو وعد بالجنة خلاص لأنه ده كرب معطاء لكن لما وعدة بالنار مش ضروري أعمالها ويبقى هي معمولة لنا علشان ما أزيش غيري أخف ربنا أبقى يعني محرص كده عليها يجب أن تكون العلاقة بيننا وبين ربنا مبناها الحب الأمل التفاؤل الرحمة وهو أشار لي كده وبعت لنا رسالة قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الرحمن المنتقم ولا المنتقم الجبار إنما قال اللي اتنين من صفات الجمال وليس من صفات الجلال هل في حد تاني طب اتفضلي طب أنا عندي سؤال عايزة وأسأل عن مرور الوقت بالنسبة للناس اللي رحمهم الله توفوا هل هم أول بيموتوا بيقول هو خلاص دوقت الحساب بالنسبة لهم وبيعرفوا مصرهم ولا الوقت بيعد بزي بالنسبة لنا تعالوا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدروه خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ماضي عندنا هنا في الأرض وهناك يوم واحد في حتة في الملأ الأعلى يعني الساعة بألفين سنة الدقيقة فوق بأربعة وثلاثين سنة يعني حضرتك ما جبتيش نص دقيقة الغاد دلوقتي فلما الناس دي هتموت هي مش لحقة مش لحقة مش هتلحق لما هيموتوا ده سيدنا محمد ده ديله تلاتة ربع ساعة ده سيدنا عيسى ديله ساعة واحدة فهو مش هيلحقه لأن الزمن نسبي زي ما أينشتين بيقول ولذلك اللي بيحصل فوق أو شعور الروح الروح دي لو قعدت فوق ساعة يبقى مرة عندنا هنا ألفين سنة فهو الروح طلقت روح الأب أو الأم مثلا أنت عدت مرة سنة هنا يعني ثلاث دقائق طلعتي وراه يقول لك الله أنت جتي بسرعة ليه تقولوا بسرعة ليه ده نعتنا مرة سنة تحت فيقول لك مرة سنة زي دول ثلاث دقائق وهكذا مين عنده سؤال تفضل بالنسبة الشخص اللي بينتحر بسبب لعبة زي الحوت اللازرق اللي ذكرناها قبل كده الشخص زي ده اللي يخلي إيمانه بضعيف للدرجات وفعلا لو قبلت حدي زي كده إزاي أقدر أخلي إيمانه يبقى قوي أو ما يوصلش أصلا لأنه يعمل حاجة حرام زي الانتحر بالنسبة الشخص اللي بينتحر بسبب لعبة زي الحوت اللازرق اللي ذكرناها قبل كده شخص زي ده اللي يخلي إيمانه يبقى ضعيف للدرجات وفعلا لو قبلت حدي زي كده إزاي أقدر أخلي إيمانه يبقى قوي أو ما يوصلش أصلا لأنه يعمل حاجة حرام زي الانتحر الجهل الجهل هو اللي بيؤدي إلى هذا بيؤدي إلى إن ما فيش خلفية ولا معلومات علشان يؤمن بيها مهمتنا ووظيفتنا إن إحنا نعلم الناس عايزين نعلمهم يعني إيه حياة يعني إيه موت يعني إيه هدفنا في هذه الحياة الدنيا ربنا أمرنا بثلاث حاجات العبادة والعمارة والتزكية عايزين نبقى حلوين تقلاحة وما كنت أتبع السيئة الحسنة تتمحوها خلق الناس بخلق حسن العلاقة بينك وبالربنا مبنى التقوى العلاقة بينك وبين الناس مبنى حسن الخلق العلاقة بينك وبين نفسك مبنىها المبادرة كل ابنه عدم خطاء وخير وخطائنا التوابون لو عرف التلات أربعة كلمات دول مش هايعمل كده نعم هو في عالم آخر من عالم انسحبت فيه الإرادة وانعدمت وأصبح كأنه منوم مغناطيسي وراء التعليمات وأصبح هدفه في حياته كلها أنه ينجح في الجيم ده اللي نهايته الضمار نعم تفضل تمام دلوقتي وهو لو مثلا هو كان ساعة لحظة شتان أو مثلا هو كان وليكن شخص كان مثلا عنده فضول تجاه اللعبة دي مثلا ودخل وبعد كده عارف إنها غلط فعايز يرجع بس حال لعبة مثلا زي الحوت اللازرق حسب ما سمعت يعني إنها بتكون خمسين ليبل أو خمسين يوم مش متأكد إيه بالضبط ولو قطعت في النص بتبدأ بقى تجيلك تهديدات بقى هيحصل لك مثلا والدك حصل له حاجة وكذلك فبيبقى أي تصرفه في الموضوع بيبقى برضو بناء عليه هو في حال الضعف فبيضطر يكمل أو بيضطر يفعل الفعل ده ولذلك النبي أمرنا قال المؤمن القوي خير نو أحبه عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اوعى حد يهددك أو يستفزك أو يبتزك خاصة احنا دخلنا الآن في عصر كثرت فيه الحتة دي واحد جاب لك حاجة ولا كلام ولا رسالة ولا صوت ولا صورة ولا كذا ويقعد يبتزك بيها أو تقبل تقبل أن تكون هذا الإنسان نعلم أنفسنا ونعلم الناس القوة والمواجهة وعلى طول القانون بيحميني أول ما يتلقى تهديد يبلغ التهديدات والحيات دي ده حيات إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون أوانطة لو كانت أوانطة أنا قوي والحمد لله لو ما كانتش أوانطة وكانت حقيقية يبلغ القانون هيوقف معي وبسرعة والآن في أصرنا اللي إحنا فيه ده تعليمات للنيابة العامة بأن تحمي المجتمع من العدوان من الفساد من الانهيار ولذلك ترعيهم بيأخذوا الأمور دي مأخذ الجد والفورية والعدالة الناجزة اوعى تسيبوا حقكو يا أولاد ولا حد يهددكم ولا إحنا نقبل تهديد من حد خارج داخل رايح جاي في عقوبة والعقوبات بحسبها والعقوبات مؤلمة بحيث أنها ترضع أمثال هؤلاء عن أن يتلاعبوا بالبشر نأخذ سؤال تاني تفضل في لعبة زي فري فاير فاللعبة دي كان فيها سجادة كده بس السجادة دي كانت على شكل مصحف فكان الشخص هو بيلعب كان بيدوس على هو ماشي فكان طبعا هو بيكون استعجب مثلا بيلعب مع حد وحاجة فكان بيدوس على فالموضوع ده يعني اتشار ومعظم الناس اللي بتلعب بعرفته بس برضو لسه مكامية اللعبة فهل ده حرام ولا عادي تملي اللعبات والجيمز اصبح الان علم بحاله علشان تعرف تعمل الجيمز نفسها فلما بيجوا يعملوا الجيمز بيعملوها باهداف معينة ساعة الاهداف دي تكون شريرة انه عايز ينشر قيمة فاسدة من خلال الجيمز لحظوا حاجات غريبة جدا ان المتطرفين والارهابيين بقوا يشتغلوا من خلال الجيمز يعلمك من خلاله ازاي تبقى عدواني ازاي تبقى صدامي مع الاخرين ازاي تدوس على البشرية او طرى الدم ولا تتأثر فياجب علينا ان احنا حاجة الحاجة الاولانية احنا دلوقتي ما نشتركش في اللعبة دي وازا اشتركنا ننسحب والحاجة التانية بقى اللي هي اهم منها ان بعضنا يتعلم وضع الجيمز دي نفسها ونعملها بتدعو الى القيام اللي احنا عايزينها والاخلاق الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا اليها لانه طول ما الشر موجود ومعروض لازم ايضا الخير يشتغل ويعرضه وكمان البضاعة بتاعته بس ده مستوى شوية مش المستوى اللي احنا بنتكلم فيه هنا انما بندعو الناس يعني لما يجيلك المعد او الكلية او الدراسات العليا او كده الى اخر ان انت تبقى مصمم برامج ادخل اتعلمه وبتتصمم ازاي عشان تصام بس بدل ما تملاها شر وقتل وإهانة واستهانة تملاها بالخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فيه طيب اقولي تفضلي في واحدة تاختي كلما تعمل زنب او متصل ruins وكده بتعاكم نفسها بان peux تعاومنفسها اه فهي بتدريك بتبت بتحب انها تعاومنفسها يعني العقاحة بحبة العقاب والزنب ده كمن اللي بتعمله اه تعاوضه تعليمه سنين وكده ومش عرفها توقفه فهي مش عرفوب لو ولي بتوقف الزنب ولي تعاكم العقاب اللي بتعاكملها التعاوين اللي بتعاومنبيها بيها نفسها ممكن أصلاً بتموتنا وساعة ممكن ترودنا وساعة بيها فهي مفروض دي زي توقف اللي بتعمله ده يعني كأن فيه وحدة تعودت على الزمن واستمرت عليه ولا تستطيع الخروج منه صحيح كده تستعين بمرشد اسمه الإرشاد النفسي لأنه ده نوع من أنواع الضعف البشري الذي يحتاجه إلى معونة كيف نخرج من هذه الحالة ساعات الخروج منها بيبقى بنظام غذائي ساعات الخروج منها بيبقى ببرنامج في الزكر ساعات الخروج منها بيبقى في جلسات استرشادية وهكذا فلابد من الذهاب إلى هذا المرشد وعلى فكرة الحمد لله في مصر ابتدى يوجد هذا الصنف من الإرشاد أيوة تفضلي هو دلوقتي مثلا لو في حد بيكتب كل شوية مثلا أو بينامج على الستوري بتاعته كل شوية أنا عاوز أموت أنا عاوز أنتحر أنا تعبت أو كده هل ده يعني حرام أنه هو أصلا يعمل كده حرام أنه هو يقول كده أو يفضل يفكر في حاجة زي كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو الإنسان على نفسه يعني فيها شيء من يعني إيه قلة الآدب لكن العلماء فهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو حدث فتن شديدة فممكن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء فيه آدب يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت راحة لي وفعل مثل هذا الإمام البخاري عندما استضم بأحد أمراء البلاد كان عايزه يجي يدرس له في البيت فالإمام البخاري قال له أنا ما بروحش البيت تعلم عندي في المسجد وأنا أدرس لك فهدده فالإمام البخاري زعل جدا ودعى ربه بالدعاء الحلو اللي احنا بنقول اللي هو فيه آدب يعني مش يا رب خدني مش أبعت شاتنج لصديقي ولا كده وقول له أنا زيت بقى من الحياة الدنيا وأنا عايز أموت لا بلاش كده إنما الأدب بيجي إزاي يجي بأنه هو يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت راحة لي مع نور الدين نسير نستهدي نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونصل إلى سعادة الدارين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته